اشتركوا في القناة وحلوة جدا والقناة دي من اروع واحلى الكنوات وبجدها تستفيدوا كتير اوي منها قناتها مميزة جدا وصوتها معروف اوي ويدخل القلب على طول يلا يلا يا احلى متابعين روحوا بصرعة واشتركوا في قناة حبيبتي اللي صوتها يجنن من جماله قناة خواطر راشا بتمنى منكم ترفعه راسي وتشتركوا في قناتها وانا متأكدا ان شاء الله انها هتعجبكم وهسيب لكم رابط القناة في التعليق المثبت وكمان في صندوق الوصف ويلا بينا نبدأ تيك حبيبتي راح تموتي حبيبك وزوجك مش هنهبل بتفكيرك ابدا ابدا لا مش هتأثر افتح بقولك يا راجل موبايلك ده افتح اه انا هارف انك بتخني اصلي بيقوله الست بيبقى احساسها قوي قوي لو الراجل بيخنع وانا احساسي قوي جدا يلا افتح اه اه بيقوله مين هدول بقى يا حبيبتي اللي بيقوله ها مين بشار ما تتويش الموضوع وافتح بقولك البتاع ده يلا افتحه افتح يا خين يا غشاش يا وحش يا الله لا شو بخونك يا تيجان شو عملت انا لا تقولي هيك بصراحة انت معملتش حاجة بس انا عايزة اتأكده خلاص عندي احساس يعني عادي بقى ماشي يا تيجان بس والله شوفي والله اذا طلعت مظلوم لفرجيكي يوم عمرك ما شفتي مثله تمام تمام يا خويا المظلوم قال افتح بقولك ماشي يا تيجان اتفضلي يا جدبه فاتشي بالموبايل براحتك بس انا بحبك وما رح اخونك وكمان ما رح اكرر غلطتي مرة تانية بكفي تجاوزت مجنونة مرة واحدة ايه لا شو يعني رح اجيب البلاوي على راسي مرة تانية ولا شو طب اسكت اسكت عايزة اركز رخي قوي ايه ايه ماشي ركزي ركزي سويني كده استنى استنى هو انت في الجملة اللي فاتت دي قلت بلاوي يعني انا بلوة يا بشار انا بلوة انا زعلانة منك قوي الصراحة اه بلوة بلوة كبيرة كمان يلا اجذب يعني ماشي يا بشار وانا بقى هاوريك البلاوي اللي على حق ها وريني يا حبيبتي تيجان خرجت من القوضة وهي بتفكر في حل مع بشار اكيد هتشكسه زي العادة يعني اصلها بتحب تشوفه متعصر ماشي ماشي انا بقى هاعلمك الادب يا بشار يا توركي يا سوري انت والله ما حد فهم انت توركي والله سوري حد يا جماعة ينزل بالترجمة ماشي انت بقى وقعت مع اللي مش بترحم اصبر علي بس وبعدين دحكت دحكة شريرة وراحت سخنة الاكل وحطيته على الصفراء بيبو يا بيبو يلا الاكل جاهز بسرعة ايه تسلمني عيونك يا امر الاكل رحته بتشعي كتير جميلة مثلك يا حبيبتي طيب يلا يا بيبي كل بسرعة عشان ما يبردش ايه اكيد باكل حبيبتي بشاربت داياكل وبعد شوية وش حمر وفضل يصوت ويتحت حجامك جدا شوري شو اللي انت عملتي يا خرب بيتك تيجان شو حطه في الطهام الله يخرب بيتك انا انا يا بيبي انا ما عملتش اي حاجة خالص اعطيني ميا يا مجنونة في شي طعم ومر كتير شو عملتي انت يا مجنونة اسكت اسكت خد ميا اه منك لله تيجان منك لله رح تقس في عمري يا شيخة انا عملتلك ايه بس انت اللي بتتلكك اصلا دا زيت صبار بيقوله عليه مفيد وحطت قليل يعني مش كتير خالص اه رح قتشل منك والله اه تعبت والله تعبت منك يا تيجان بعدها بشار دخل قطه وهو زعلانه متضايق قوي ومتعصب جدا ها 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 تستهل عشان تقول علي بلوة ماشي انت اللي بلوة ولسه هتشوف بشار كان قاعد بيفكر في طريقة عشان ينتقم منها وشغل فيلم رابع اللابتوب ونادى تيجان عشان تقعد معاه بس تيجان كانت عاملة كيكة عشان تصلحه واقعد الجنبه ايه يا روحي زعلان يا بيبي شو غليزة والله ايه بتقول حاجة يا بيبي لا لا شو يعني اكيد ما بقول بحسب طب انت زعلان لا لا شو بزعل يعني مش انت قلتي كان زيت صبار وكمان مفيد خلاص يا روحي ماتش ليهم اه اه طبعا طبعا زيت صبار ومفيد جدا على فكرة حياتي بليز ما تهديها عشان ما رح احطه في عينك مرة تانية تمام خلاص اخر مرة بجد ها ما نشوف حبيبتي تيجان كانت مركزة قوي في الفيلم الرعب وبشار اتسحب من جنبها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رايح فيني يا بشار خليك بقى نكمل الفيلم مع بعض هاشرب حبيبتي وارجع على طول شو انت خايفة لا طبعا مش خايفة ده الفيلم مش مخيف خالص 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 ده مرعب بس ها 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 بشار راح وقاطع الكهربا واتيجان فدلت عايق جامد قوي اصلها بتخفم الضلمة جدا مش هرخم عليك تاني تعال يا بشار بقى عشان خطري انت عارف اني بخفم الضلمة على فكرة هيجيلي كابوس وانت عارف انا بعمل ايه لما بيجيلي كابوس انا بمشي وانا نايمة يا بشار هتسحب مش هتلاقيني الله بقى يا بشار رد بقولك بشار انا خايفة بجد بطل رخامة تعال عشان خطري طبعا بشار قلب رأ ورجع النور ورجع وقف قدامها وهي حضنته على فكرة انت الرخام قوي تيك حبيبتي انت اللي بلشتي بطل هالحركات فيها انا مخصمك على فكرة عادي هذا الطبيعي معك شو الجديد يعني ايه ماشي يا بشار انا هوريك عيوني بقى خفيها الجنان خفي شوية تيجان هحاول مع اني مش بعرف اخفه خالص اصل انا مجنون وانت عرفني اكيد بعرفك اكيد اكيد بشار دخل الطايلت عشان ياخد شاور وهي استنت شوية وبعدها قفلت المحبس يا الله يا الله مو وقته يعني عيني الصبون في عيني ايه يا بشار في ايه مالك ساعديني يا تيجان يلا ساعديني الصبون بعيني والمياه قطعت يا تيجان يلا اوكي اوكي هل حقك ما تخفش بس هندي شرط مو وقت مزحياتي جان يلا اوكي هقول الشرط اني انزل معاك شو هاي يا الله هاد مو وقت مزحياتي جان بقول الصبون بعيني رح اعمى والله بعد الشر عنك يا حبيبي خلصي يا تيجان انا بحكي جد ساعدت علي يا بشار اوكي اوكي هساعدك بس عشان تعرف ان انا احسن منك تيجان جبت له ازازة مياه وغسل وشه وبعد انك بيبصلها بغضب قوي عم تمزحي وانا بتعذب صحيح خير انتعمل شر انتلقى عالي كتير حمرة يا تيجان كيف باخد شهور هلا هشوف لك مياه تاني ادخل انت بس اوكي حبيبتي تسلميلي عيب عليك ده انت جوز يا جدع مفيش بيننا شكر تيجان خرجت برا التويلت وهي مقتولة دحك وبعدها فتحت المحبس خلاص تيجان المياه جيت حبيبتي طيب كويس الحمد لله الحمد لله يا رب حظك حلو قوي وبعدها دحكت على نفسها وهو خرج من التويلت بعد فترة انت بتلبس يا بشار اه يا روحي رح ازور صديق ليه طيب بما اني ساعدتك بقى مليش اي مكافأة يعني يلا خدي بوسة كبيرة حبيبتي موه لا مش عايزة بوسة انا عايزة اجي معاك يوم تاني يا تيج لا النهار دا يا بشار انا زهقنا قوي خلاص حبيبتي نخرج مع بعض موه مهم صديق ايه الله حبيبي يا بشار بحبك قوي وانا كمان حبيبتي وبعد فترة كاميلي ومعتز اتقربوا من بعض قوي ومعتز قرر يتجوزها وكلهم سفروا مصر عشان يحضروا الفرح واتمقنت جدة على تيجان واستقرت كاميليا في مصر مع معتز وتيجان رجعت على البلد تاني وفي يوم تيجان وبشار كانوا قاعدين مع بعض وقاعدين بيتفرجوا على فيلم حزين والبطلة ماتت تيجان بصت لبشار وقالت بشار انا لو مد ايه هتتجوز بعدي اكيد بتجوز يا تيجان ما انتي رح تموت يعني بقولك هو بحذرك لو عملتها هقتلك اه شو عملت بحالي انا بشار شو يا عملي الاسود بالحياة شو ما تتجوز تاني انت سامع والله طبط الى الله واندمت على ما فعلت ما تتجوز بقولك ها حياتي ما رح اقررها مرة تانية والله ما رح اتجوز انتي حياتي وروحي وحبيبتي كمان بجد يعني بتحبني طب بتحبني قد ايه اه قد البحر وكمان سمكاته سمكاته تصدق بقى انك رخم يووو طلعتني من مود الرومانسية رخم فعلا رومانسية شو انتي ما بتعرفي اي شيء عن رومانسية حياتي اصدق ايه اصدق يعني ان انا نكادية رد يا ولا اه تيجان انتي كتير نكادية وبوما كمان ايه ماشي انا هروح لجبدي وهو لا هيقول لي بوما ولا جدبة ولا جيجة ولا زفت فوق دماغك استني استني طعي طعي الباب من هون يا جدبة ايه ده ماشي بكرة تندم يا بشار والله كتير بوما تيجان دخلت القوضة وقفلت الباب بقوة ماشي ماشي يا بشار بعدها البازة وقعت في الارض تيج تيجان تيجان بشار فتح الباب بقوة ولاقاها قاعدة بتلم في الفازة على الارض حبيبتي صلك شيء الفازة اتكسرت شو وف عن جد انتي رحت جليتيني يا تيجان بس انا ما عملتش حاجة هي اللي تكسرت لوحدها اه ينا على الحظ المضروب اتجوزت مجنونة والله بشار بحب جنانك حبيبتي وانا بحبك والحدانة خلصت القصة خالص ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد وما تنسوش اشتركوا في قناة خواط الرشا انا متأكدة ان شاء الله ان هي اتعجبكم مع السلامة